دايماً إحنا ما بنيجي بنتكلم يا جماعة وبنقول أي حاجة، أي حدث ويبقى حدث كبير ويبقى موجود هنا عندنا دايماً بنسعى إن الحدث يبقى منظم بأفضل شكل لأن كل دي حاجات الناس بتتكلم فيها وبتروح هنا وهنا بيسمحها والناس هنا بتسمحها وده انطباع أما يتخذ انطباع إن صورة البلد لأن الزمالك كان ساعتها بيلعب بإسم مصر زي ما كان النادي الأهلي في نهاي بطولة دورة أبطال أفريقيا بيلعب بإسم مصر فهو في الأول وفي الآخر إحنا اللي همنا إسم مصر إحنا شفنا ساعتها كلمنا ناس كلها اتكلمت إن التنظيم أكيد بيبقى في فرحة انت تتحقق بطولة أفريقية غالية للنادي الزمالك لمصر وتحسب لمصر قبل كمان نادي الزمالك فده أكيد بيبقى شيء كويس جدا وشيء كلنا بنسعد به ولكن كنا متوقعين بعد الناس اللي في الكاف أما قالوا إن جو الأمني ما كانش مظبوط الجماهير واللي عملته الجماهير أثناء اللقاء وبعد اللقاء وحاجات كتير قوي اتكلموا فيها كنا متوقعين إن حيحدث عقوبات آه كلام دوت بقاله فترة ولكن النهاردة الاتحاد الأفريقي أصدر قرارات بتاعته من خلال لجنة الانضباط وطبعا هنا النهاردة الاتحاد الأفريقي بيفرد غرامة على نادي الزمالك 200 ألف دولار زي ما خادراتكم شايفين كده تغريم الزمالك 200 ألف دولار ايه تاني منع حضور جماهير الزمالك من حضور أربع مباريات لفريقها في مصر في المسابقات الأفريقية بينها اتنين مع إقاف التنفيذ يعني ايه يعني الزمالك الجمهور مش هيحضر أربع ماتشات حينفذ على طول أول ماتشين ينفذوا الاتنين التانيين خلاص ما ينفذوش إلا إذا حصل تكرار للموضوع دوت فاحنا كنا في غنى عن الكلام دوت لأن أنا هنا ما بكلمكش في فلوس أنا بكلمك هنا نمرة واحد وده أهم حاجة بالنسبة لنا إن دي صورتنا قدام العالم دي صورتنا قدام العالم موضوع الفلوس آه 200 ألف دولار مبلغ كبير والزمالك محتاجه في الفترة دي لأن الله يكون فعول نادي الزمالك ومجلس إدارته الفترة دي قاعد مجلس إدارة من ساعة مجيء قاعد عمال يحل في مشاكل وعمال يسد الفجوات ويحصل مشكلة هنا حاول يخلصها يحصل مشكلة هنا يخلصها وآخرها مشكلة لسا خلصانة وكانت مهمة جدا والزمالك خلصها يمكن يعني دي أسرع مشكلة شفتها ممكن تتحل واتكلمت مبارح في النقطة دهاته وقلت يشكر طبعا مجلس إدارة نادي الزمالك على الموقف اللي هو فيه وأنه هو بيحاول من ساعة مجيء خصوصا يشكر في الموقف اللي حصل خالد بطاية وعارفين كلنا مشاكل بتاعة القيد ومشاكل الرخصة الأفريقية وي 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 كده فكان لازم الزمالك ياسع عشان يحلها فنادي الزمالك مجلس إدارته قاعد عمال يسد في كمية فلوس كتير جدا أنا عارف إنه ممكن تكون تركة وتركة تقيلة كمان تركة وتركة تقيلة كمان فالزمالك محتاج كل حاجة الزمالك المفروض الفترة دي يبقى قاعد عمال يفكر في المستقبل الفلوس الدولارات مستحقات اللعيبة صفقاتي لعبين الأجانب اللي أنا بفكر إن أنا جيبهم يدعموا الفريق فلوس دهيت أولى بها نادي الزمالك فأنت النهاردة بسبب الأحداث اللي حصلت اللي إحنا كنا ممكن لو إحنا مزبطين الدنيا ومنظمينها صح كانت تبقى أفضل من كده بكتير كنتش هتلاقي المشاكل دهيت والحمد لله إن في نهاي دوري أبطال أفريقيا إن الدنيا كانت منظمة بشكل كبير جد بشكل كبير جد فبنتكلم قبل ما بنتكلم على الفلوس وقبل ما بتتكلم على حرمان من جماهيرك اللي هي كان لها فضل كبير جداً في تتويجك بالبطولة يعني خلينا نتكلم بكل صراحة الجمهور جمهور نادي الزمالك كان ليه فضل كبير جداً في تتويج الزمالك بالكونفدراليه وشوفنا الملحمة اللي حصلت وكلنا قعدنا نتكلم على جماهير الزمالك وجماهير الأهلي في النهاي وشوفنا الاستاذ ده كان عامل ازاي ما فيهوش مكان لرجل في العكس إذا احنا بنين على كده وقلنا يا ريت بقى ماتش المنتخب ودام بوركي نفسه يبقى فيه نفس العدد ونفس الأجواء ونفس 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 فانت دلوقتي برضو بتحلم نفسك من جمهورك اللي انت بتبقى محتاجه اللي هو الدعم الأول بالنسبالك فان شاء الله هيبقى نقول انه درس مستفد وان صورتنا لازم تبقى احسن من كده وافضل من كده بكتير كبالة كبيرة اسمها مصر لازم يبقى فيه اعداد مرة واثنين وثلاثة وعشرة قبل الاحداث الكبيرة ونشوف هل يحصل ايه وحنعمل ايه وبعد صفارة الحكم ايه اللي حيحصل وفي المراسم هنعمل ايه ومين نازل ومين طالع ومين قاعد لازم الحاجات دي كلها نقول انه هو درس وان شاء الله بإذن الله منشوفش الكلام دو لان احنا بنزعل بصراحة والله يعني الواحد بصراحة منلاقي عقوبات وكده بنزعل يعني زي ما بقول نادي الزمالك اللي فيه مكافيه طيب ايه اللي حصل طبعا من نادي الزمالك طبعا الاستاذ احمد سلم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك واحد من الناس المحترمين بشكل كبير جدا آآ قال طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الزمالك حيرد من خلال الاتي اول حاجة آآ حيطلب حيثيات الحكم تاني حاجة اما يوصل لنازل زمالك حيثيات الحكم النادي الزمالك حيتقدم باستقناف هيسدد الرسوم ويتقدم بالاستقناف بتاعه وبعد كده حيعيد مذكرة عشان يرد بقى طبعا على اللي جاء فيه حيثيات الحكم والعقوبات دي كان ايه سببها وتعملت ليه وايه ايه الحاجات دي كلها استني بس الزمالك حيثيات الحكم آآ اللي من خلالها صدرت بيه العقوبة وبعد كده حيبتدي زي ما بيقول يستقنف ويدفع الرسوم يعني يدفع الرسوم يستقنف وبعد كده يرد بقى على كل الكلام اللي قالته لجنة الانضباط واللي من خلالها او بسببها طالت نادي الزمالك آآ هذه العقوبات